اشتركوا في القناة يعني كمية من الطماطم من سوق الخضار تعرفوا ما يكون كمية كيس كبير قز اطلع منه الحلوين الطماطم اخليه في التلاقة وقز اطحنه وفرزنه بالفريزر والقز الثاني شوفوا ايش اللي يكون باقيره شوية يعني اخاف انه يخرب ايش اغسره تمام وقشره لانه تكون قشرته ما تكونش حلوة اقولكم اياها وايش اسوي اقطعه اما بشكل مكعبات سميكة او رفيعة قطعه عادي بعدين اخده كامل بعد ما قشرته تماما احطه في قدر الضغط او ممكن دست او قدر عادي بس قدر الضغط اسرع كده اقلبه كده واضيف له بصل مفروم ناعم كده حق بصلتين كبار طبعا ما شاء الله اني عندي كمية امتلى قدر الضغط كامل طبعا البصل زي ما تحبوا تشتو بصلتين زي تشتو تزيدو تقللو زي ما تحبو بعد كده اغطي عليه وخليه لما يسخن اول ما يبدأ يبقبق خلاص ابدأ اضغطو لمدة ساعة على نار هادئة اشوفوا بعد ساعة كمان بتفتحوا على قدر الضغط بطلقو عادو يعني طراهو الطماطم انهرت خلاص بس فيبو السوائل ارفعوا النار وغطوه يعني عشان تنشف السوائل بس ما شاء الله اني عندي يحبو الماء حق الطماطم فاطلع لهم اياه يحبو كده يشربوه فاقولوكم الطعام اللذيذ مع عصر ليمون رهيب وممكن انتم تطلعوا ماء الطماطم ويعني تستخدموه لاشياء كتيرة بعد ما نشف اضيف عليه سكر وملح يعني اني ضفت ملعقة كبيرة ملح ملعقة كبيرة سكر او ملعقتين سكر واضيف فلفل رومي اختياري وكمان ربع كوب زيت بس بعد خلاص ما بدأ الماء ينشف تمام بس اني طلعت الماء طلعت كمية من الماء والباقي خلته شوية ينشف خلاص اقلبه كده قلبتين واخليه كده شوية عشان ايش عشان يكمل يعني لو فيه زوائل زايدة وكمان ياخد طعم السكر ويدوب الملح والسكر والفلفل الرومي قليل ينطعم او البيبر لانه الفلفل الرومي اني مش توش ينضق مش توش يدبل بعد كده شوفوا عندي علاب زقاقية غطاها معدن او حديد عقموها تمام بماء مغلي وخل ونشفوها تمام بعد كده ادهنوها زيت ادهنوا العلب الزقاقية مع الاغطية حقه لازم علاب زقاقية وغطاها يكون معدن مثل علبة القبنة علبة المرباء او القام احتفظوا فيها اهم شي تعقموها وتدهنوها تمام وتدهنوها بزيت لان الزيت يخليه ينحفظ تمام يعني الصوس لازم تدهنوها بزيت يعني علاب القام والقبنة يعني لما تشتروا لا ترمنوش لانه بتستفيدوا منه اني كمان هذي علاب مرباء كان فيها قام وهو ساخن شوفوا من غير ما طفي النار اقيب العلبة اللي دهنت زيت وامسكيه طبعا لانه حار شوفوا انتبهوا وابدأ اعبيها تمام شوفوا كيف عبيها لما مليان تخلي تمام وهي ساخنة لازم النار شغالة متخلوها اشتبرد وضغطوا عليها تمام تقفلوا عليها وعلى طول على الطاولة كده تقلبوها بهذا الشكل لازم هذي الطريقة شوفوا هو الان انتبهوا تطفو عليه النار لازم يكون ساخن ليش نحن الان نعمل لي عملية حفظ عرفتو هذي الطريقة لما انتم كده وهي ساخنة تقلبوها شوفوا كيف وتقلبوها نفس كده وهي ساخنة يعني تكون حارة اعبيها لما خلاص اكمل اني عبيتهم كامل العلب بعدين اطفي النار خلاص لاني اضمان اني تكون يعني حامير صلصة او ساخنة صلصة طبعا هنا اني انكسرت مني علبتين كان معايا خمس علبه دايما الكميات قبلية خمس علب فاضطرت اني عمل هنا بالبلاستيك عادي وقلت يعني عشان استخدمه طبعا اخليت زي كده لما اني يبرد لما يبرد تماما ساعة كم ساعة خمس ساعات ست ساعات بس يبرد تماما خلاص برد الان من غير ما تفتحوا انتبهوا الان هو مضغوط خلاص يكون العلب مضغوطة طبعا واني كنت اسكرة اكيد لاني عبيها شفتوا كيف كنت عبيها اكيد كده تشرشر شوية سوائل بس ما اقدرش مسحل انه تكون حامية العلبة اخليه لما تبرد اجيب كده اسفنقة فيه شوية صابون فاري ونظفه ونشفه كده تماما عشان ادخل التلاقة الان بردته ادخل التلاقة على نظافة تكون نظيفة العلب طبعا تستخدم لاي انواع اكل اللي تحبوه حتى تاكلوها كده مع خبز ينفع تنحفض في التلاقة لمدة سنة عادي وممكن اكتر بس اذا انفتحت خلاص لازم تستخدموها خلال اسبوع تمام طبعا اني باستخدم اللي بالبلاستيك لازم استخدمه خلال اسبوع لكن هذا بس افتحه عادي استخدمها يعني لو حطيته في التلاقة مخزونة اخليها سنة ما يتغير ليش اي حاجة هنا شوفوا حطيت طلعت كده كمية منها حطيت على مقلة ساخنة من غير زيت ولا شيء بس هنا نفس ملعقتين منها شوفوا كيف خليتها بس تسخن والان بضيف عليها بيضة وعمل لي ألد شكشوكة تمام والشكشوكة اقتلبت لحسة بالاخير حطيت ليش زيت لبس فلفل اسود ممكن تضوفوا البهارات اللي انتم تحبوها وكمان حطيت لي قبنة بدل ما حطوا القبنة السائلة كده اشتهد قبنة شيدر مع البيض كده مع اللحسة فحطيت لي قبنة شيدر حق البرجر هي تدوب على طول تدوب حطيت عليها رشة من البسباس الحامي هذا الخبز او العيش اللي عملناه في اللايف شفتو عملناه في اللايف امس بالبت المباشر على اليوتيوب لازم تكونوا موجودين من اعمل اشياء كثير حلوة تمام ونقول بسم الله ودغط صراحة الفطور يرد الروح صح ولا لا والغدا يجي ولا يروح صراحة اني انصحكم دايما الفطور لازم لازم ومش بس عملت لكم هذا الفطور كمان يعني اشاركت لكم فيديوهين كمان ثاني يوم شوفوا فطور عملت كمان فطور في حاجة روح لازم تقربوا والاحساس صراحة لديدة قبنا شيدر او السائلة كله حلو وكمان هنا عشان ارويكم اني كمان استخدمه في الماكرون خلاص شوفوا عملت زيت وزوت صلصة طماطم مع قون طماطم وخلته كده يتحمص بعد حطت علبة كامل من نفس اللي عملته صلصة طماطم وعملت البهارات اللي انتم تحبوها تضفوها وعملت تونة معاها خلاص وعلى طول حطت على الماكرونة بس يعني تسخن وتاخد من الصلصة لان الماكرونة نحنا نحب لونة احمر تكون فزوت اشتكم تسمعوا الصوت هذا لازم تسمعوا سمعت الصوت هذا لازم تسمعوا يعني العلبة مضغوطة اذا ما سمعتوش هذا الصوت بترجعوا اش تسخنوا الصوس نفسه تسخنوا وترجعوا تحطوه في العلبة وتقفلوها وتقلبوها لازم تنضغط بعد كده شوفوا ما شاء الله حطت لي كده كمية منه شوفوا كيف وهنا وتحطوا فصم التوم عنوق فلفل زي ما تحبوا اني بس عشان النكهة احب البازيلا في هاتوم يعني كأني بس ويف الفصول على الصباح بس بالبازيلا يعني لذيذة جدا اني احب كده مع كشنا رهيبة مع الخبز روعة 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 لازم تقربوها حطت البازيلا وخليت كده شوية يعني معاها ماء عادي خلاص غطو عليها كده حق 3 دقائق بس يعني كده تتسبك يعني تمام والان فتحت عليها رشيت اللي بسباس حيمي او الفلفل الحيمي هدا عندي بسباس حيمي بالثوم كمان رشا يا السلام ايش الريحة هنا حطت لي كده زيتونات ولبنات لبنا كده ولبنا حطت رشا من الصماق ممكن تضوفو زيت زيتون يا السلام احلى لبنات تأكلوها اني ما حطت زيت زيتون كده خليت سادة وهنا ما شاء الله حطت لي شفو ما شاء الله كيف البازلة يا السلام كأنكم تأكلوا قالت لكم فول ولا فصول بس بنك هات البازلة لديدة قربوها ولازم هدا الصوس تعملو قالت لكم باي حاجة باي اشي حتى كشنة رز تعملوها كبسة بس تحطو دقاقتكم ولحمتكم يعني رهيب جدا حط لي كده الفطار وما شاء الله هذا الخبز اللي عملته باللايف معكم هذا هو الخبز بالضبط اللي عملته باللايف امس بالبتر مباشر حق اليوتيوب شفو كيف ناعم وطري وكما صلقت بيضة شفو انا بقولكم حاولوا انكم ثلاث مرات بالاسبوع مستغنيش عنهم لازم خصوص الحليب اني لازم اشرب حليب كما الاطفال وهنا عملت لي شاي احمر بالنعناع اني احب مع الفطار شاي احمر الشاي الملبن الشاي العدني كده اول ما اقوم اشربه يعني على الريق لكن مع الاكل احب احمر وما شاء الله ايش اقول لكم الطعم رهيب حاجة جدا روعة اتكلم على جمال اللي صلصة الطماطم صلصة الطماطم اللي عملنا ولا قمال البازلة ولا قمال العيش والخبز ما عد عرفش تغزل بمين ولا بمين والحمد الله اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال ما شاء الله والله انو شوفوا باقول لكم يا يمكن اشياء بسيطة بس نحنا نقدر نخليها احلى الاكلات صح وهنا شوفوا كمال يومي اقالي هذا السحلب اني اذوقه واقيمه يعني كيف صراحة هذا السحلب حلو جاهز بس طبعا حق البيت يطعمه حلو اذا تحبوا السحلب ان شاء الله يوم ما نعمله لانو معدي الاقواء حلو السحلب جدا حلو هذا طعمز المهلبية فتحطوا ماء ساخن على نص الباكر يعني حلو اذا بتطلعوا يعني رايحين استراحة رايحين بر بتاخدوا كده كوباية معاكم او تشربوها يعني بس انو اني اخده للبيت اشربو لا لا الصراحة يعني حاجة حق السريعة وانو حسيتو انو خفيف راح تزييتو حليب بودر ويجي معهم كسرات حلو والله مش انو بتطلب حلو للي حاب يعني يشوفو واشتيشتري اشتري يقربو عادي ينشرب بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لاتنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم ما تنسوش ابدا انكم تشاركو الفيديو مع اصحاب الحافة